اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح لذلك قدم موقع ويكيهاو طريقة سهلة وبسيطة لعمل عجينة البيتزا ونجاحها مضمون بنسبة كبيرة وطريقة كالآتي مكونات عجينة البيتزا ثلثي كوب من الماء الدافئ بدرجة 38 درجة مئوية ملعقة صغيرة من السكر ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة نصف ملعقة كبيرة من الملح ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اثنين كوب من الدقيق خطوات عمل العجينة ضع الماء الدافئ في إناء وأضيف إليه الخميرة والسكر ثم قلبيها على مهل وتركيها لمدة خمس إلى عشر دقائق حتى تنشط الخميرة وتتحول إلى رغوة على سطح الماء ثم أضيف الملح والزيت أضيف الدقيق تدريجيا وأنت تقلبين الخليط في الوقت نفسه ستعرفين أنك أضفت كمية كافية من الدقيق عندما يصبح العجين سميكا جدا على التقليب يصبح العجين جاهزا عندما يصبح لامعا ولزجا بعض الشيء لكنه لا يلتسق بشيء أترك العجين يخمر ساعة واحدة في درجة حرارة الغرفة أو خمس ساعات داخل الثلاجة ضع بعض الدقيق على السطح ثم ضع العجين فوقه ثم رشي بعض الدقيق فوق العجين اقطع العجين إلى كرتين ثم كرر الخطوات التالية مع كل مرة انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات